الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليًا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله صلى الله ملك وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العلي العظيم جعل الله بيته لعلي مولداً يا له علن لا يضاه لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل لا ولا أنبياها فاكتست مكة بذاك افتخاراً وكذا المشعران بعد مناها بل به الأرض قد علت إذ حوته فغدت أرضها مطاف سماها وإلى الحشر في الطواف عليه وبهذا الطواف دام بقاها الله وإلى الله وآله 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 ومحبه حديث مشهور متواتر يسمى بحديث الطائر ويسمى بحديث الطائر المشوي هذا الحديث خلاصته طبعا الحديث مذكور بألفاظ مختلفة ولكن المضمون واحد والبعض احتمل أن القضية كانت قد تكررت في حياة النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم كان جالسا فأهدي له طير مشوي فلم يأكله النبي صلى الله عليه وآله ودعا وقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي فلم يلبث إلا وجاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يطرق الباب أنس بن مالك عرف أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال لأمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة رد أمير المؤمنين رجع أمير المؤمنين صلى الله عليه بعد ساعة عاد وطرق الباب فرده أنس مرة ثانية لأن أنس سمع دعاء النبي صلى الله عليه وآله ما أراد أن ينطبق هذا على المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه قال لأمير المؤمنين مرة ثانية إن رسول الله في حاجة أمير المؤمنين صلى الله عليه عاد بعد ساعة رجع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وطرق الباب بحيث سمع صوت طرق الباب رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المرة أنس ما تمكن أن يرد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة فدخل المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم وإلي يعني ماذا وإلي في المرة الأولى كيف دعا قال اللهم ائتني بأحب الخلق أو بأحب خلقك إليك فلما جاء أمير المؤمنين ورآه رسول الله قال اللهم وإلي يعني هو أحب خلقك إلي اللهم صلى على محمد وآل محمد هذه خلاصة هذا الحديث الشريف الحديث الذي يسمى بحديث الطير أو حديث الطير المشوي حديث رواه من الصحابة العديد من الصحابة رواه من الرواة العشرات الذهبي يقول نيف وتسعون أكثر من تسعين شخص من الطبقة الثانية والثالثة من الرواة حديث متواتر قطعا ويقينا وبلا شك وفي الأسانيد أسانيد صحيحة طبعا الحديث يتضمن مفهوما خاطئا مفهوما سيئا له ولكن العجب العجاب فيما يرتبط بالمولى أمير المؤمنين صلى الله عليه حقا العجب العجاب البعض حاول بكل طريقة أن ينكر هذا الحديث الشريف اعتبره منكرا اعتبر سنده حسب تعبير بعضهم مظلما وأمثال هذه العبارات حاول أن يضعف أسانيد هذا الحديث الشريف السند الأول فيه فلان وهذا شخص كذاب السند الثاني بعض الأسانيد ما في أحد غير ثقة كلهم ثقات كلهم صدوقون عندهم فيصل إلى أحدهم يقول هذا الشخص لا أعرف عنه شيئا لا أعرف عنه شيئا حقق يعني ماذا لا أعرف عنه شيئا بأي طريقة يحاول البعض أكثر من شخص خصوصا هؤلاء الدمشقيون الدمشقيون وأتباع الدمشقيين ابنه كثير وغيرهم محاولات لتضعيف هذا الحديث والعجيب سبحان الله حقا شيء عجيب هم أنفسهم ذكروا أن هذا الحديث في الطبقة الأولى من الصحابة ذكره فلان 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 قريب عشرة لعله عشرة أشخاص في الطبقة الثانية التابعون ذكر فلان 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 في الطبقة الثالثة فلان فلان مجاميع جماعات في كل طبقة رووا الحديث متواتر قطعا الحديث المتواتر عند الشيعة والعامة الحديث المتواتر لا يحتاج إلى بحث سندي لو فرضنا أن كل الأسانيد كانت ضعيفة لو فرضنا الحديث المتواتر يكون أصح من الصحيح الحديث المتواتر قطعي الحديث المتواتر يصل إلى درجة اليقين فكيف مثل هذا الحديث الذي الذهبي الذي ابن كثير الذي يحاول أن ينكر يقول نيف وتسعون رووا هذا الحديث أكثر من تسعين شخص ما الذي تريد أنه ضعف هذا ضعف ذاك ضعف عشر ضعف عشرين ضعف خمسين إذا حديث واحد ثقة واحد عن ثقة واحد عن ثقة واحد في كل طبق الثقة واحد فقط يكون الحديث يكون حديث صحيح يقبل ورثوا العداء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنتم لا رأيتم أمير المؤمنين لا أمير المؤمنين قاتلكم أنتم هجمتم على رسول الله لا أولئك هجموا أولئك عادوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه دافع عن النبي لأنه دافع عن الإسلام لأنه أفشل مخطط المنافقين أولئك كان عندهم عداء أنتم ماذا فيكم أمير المؤمنين سيد أهل البيت لا تريد أن تعتبره من أهل البيت أهل البيت قمة القمة هو من خلفاء رسول الله عندكم لا تريد أن تعتبره من خلفاء رسول الله يا أخي صحابي رواية وردت في شأنه هذه المحاولة لتضعيف الرواية الرواية التي هكذا تكون والعجيب أنهم ينقلون كل شيء أصلاً لا يأتون بكلمة التواتر مع أن الحديث قطعاً متواتر أصلاً لا يذكر التواتر شيء اسم التواتر كافي الحديث متواتر متواتر ابن جرير الطبري حسب تعبيرهم إمام المفسرين كتب كتاباً كبيراً لا كتاب عادي لا كراس كتب كتاباً كبيراً في جمع أسانيد وألفاظ هذا الحديث كم هي الأسانيد كتاب كبير ابن جرير متى كان ابن جرير ليس الآن ابن جرير كان يعيش في زمن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من ألف ومائتي عام طبعاً شخصية جداً مرموقة عندهم صاحب التفسير صاحب التاريخ يعبرون هذا تعبيرهم عن طبري يعبرون عنه إمام المفسرين الذين حاولوا تضعيف هذه الرواية الشريفة رأوا كتاب ابن جرير أم لا كتابه مشهور عندهم طبعاً في مصادرهم موجود أنا لا أقول الذهب يقول يقول أنه جمع في كتاب كبير أسانيد و نص هذا الحديث الشريف كم هي الأسانيد حتى صار كتاب كبير لا يوجد ولا سنة صحيح في هذا الكتاب يعني كل الأسانيد باطلة لنفرض لنفرض كل الأسانيد فيها شخص ضعيف لنفرض وليس هكذا ما دام يوجد في كل طبق الثقة والثقات 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 في كل طبق الثقات عندهم وغير ابن جرير طبعاً يقول ابن جرير الطبري هذا كنموذج باعتبار أنه من القدماء جداً من بعده أيضاً كتبوا كتباً مستقلة في جمعه أسانيد هذا الحديث الشريف تضعيف على ماذا؟ أنا أعرف أنتم أيضاً تعرفون على ماذا؟ العجيب أنه وليس عجيباً وإن كان حقاً هو عجيباً ولكن تعودنا على أمثال هذه القضايا أحدهم كتب كتابة حاول أن يفند هذا الحديث العبارة هكذا ذكرها عندما ذكر الرواية الشريفة ثم حاول أن يفند الأسانيد ذكر العبارة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم اتني بأحب الناس إليك هذا كذب النبي ما قال بأحب الناس إليك في مصادرهم لا يوجد هذا هذه الكلمة غير موجودة النبي قال في كل مصادرهم اللهم اتني بأحب الخلق إليك بأحب خلقك إليك أحب الناس ما موجود أحياناً الشخص يخطأ بدل أحب خلقك الخلق طبعاً أشمل أحب خلقك ليس فقط أحب الناس الخلق أشمل من الناس يشمل الناس والملائكة وكل المخلوقات كل المخلوقات الله عز وجل أحياناً قد يقال أن الشخص أخطأ بدل أن يكتب أحب خلقك بدل أن يكتب أحب الخلق كتب أحب الناس خطأ لا الشخص يذكر كلمات الحديث بدقة بالغة يعني مركز على الكلمات عندك كتاب ركز تركيزاً دقيقاً جداً الكلمة الفلانية مذكورة في الرواية الفلانية الكلمة الفلانية بدل الخلق الخلق كاتب الرواية الفلانية مثلاً كذا الكلمات ذكرها بدقة يصل إلى كلمة الخلق خلقك تتبدل هذه الكلمة إلى الناس هو يكفيه أنه أحب الناس إلى الله عز وجل ولكن أقول لاحظوا القضية العجيبة ممكن شخص يخطأ بسرعة يكتب كتاباً يخطأ بين الخلق والناس ممكن ولكن هكذا شخص كتب الكتاب بهذه الدقة الكلمة الفلانية موجودة هنا الكلمة الفلانية معناها كذا دقيق كتاب كامل بدقة بالغة يصل إلى كلمة الخلق إلى كلمة خلقك الكلمة مرة واحدة تتبدل إلى الناس يذكر أكثر من سند العجيب أنه مرة أخطأت المرة الثانية كيف أخطأت والكتاب أمامه ينقل الكلمات بدقة إذا كان النبي قد قال الخلق قال خلقك لماذا هذه المحاولة عجيب أم لا والعجيب أنه نفس هؤلاء يصلون إلى روايات ضعيفة مرسلة في شأن غير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا أقول فقط في شأن خلفائهم حتى غير الخلفاء فلان صحابي رواية مرسلة ضعيفة يذكرونها والإعلام اليوم يركز عليها أيما تركيز كأنها رواية صحيحة متواترة وهي رواية أساسا رواية واحدة بسند ضعيف رواية مرسلة عن فلان الذي كان في القرن الثالث الهجري القرن الثالث نقل هذه الرواية عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه بينه وبين أصحاب النبي ثلاثة أربعة يعني ليست مرسلة في طبقة واحدة مرسلة في أربع طبقات خمس طبقات يذكرون الرواية ويعتمدونها أنا مرارا وتكرارا سمعتها ما القضية يا أخي تصلون إلى هذه الرواية التي رواها نيف وتسعون على حد تعبير الذهبي هم أكثر نيف وتسعون لا يصيرون كتابا كاملا للطبري هذا الشيء من كتاب الطبري وغيد الطبري أجيب أم لا في السندها كذا يقولون في الماتن يغيرون الكلمات وأمثالها في قضية مولد أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه في الكعبة المشرف هذه أريد أقرأ نص العبارة تعلمون البخاري له مكانته عندهم مسلم له مكانته عندهم بعد البخاري ومسلم لعله أهم شخصية من علمائهم في الحديث هو الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين طبعا هو قديم هو ولد في أواخر الغيبة الصغرى قبل أكثر من ألف ومائة سنة الحاكم النيسابوري شخصية جدا مرموقة إذا قال الرواية الصحيحة صحيحة عادة أحيانا يشكلون الحاكم النيسابوري في هذه القضية لا يقول الرواية صحيحة قضية مولد المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة المشرفة تعلمون ماذا يقول هذه عبارة الحاكم النيسابوري في المستدرك المجلد الثالث صفحة أربعمائة وثلاث وثمانين هذا نص عبارته يقول قد تواترت تواترت قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حسب تعبيره يقول كرم الله وجهه في جوف الكعبة يقول تواترت ليس الحاكم النيسابوري من أقل من هو أقل شأنا منه أحد علمائهم في الحديث إذا ادعى التواتر أحد ثقات العلماء منهم إذا ادعى التواتر يكفي فكيف بالحاكم النيسابوري وتعلمون في ذاك الزمن الروايات كانت بكثرة جدا شيئا فشيئا الكتب الكتب أطلفت تلفت من نفسها في ذاك الزمن روايات بعشرات الآلاف بمئات الآلاف كانت والحاكم النيسابوري يقول تواترت أيضا هذا ما كتبه في كتابه المستدرك على الصحيحة أهم كتبه عندك كتب عديدة ينقل عنه أيضا عن الحاكم النيسابوري أنه قال ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم هكذا رواية الحاكم النيسابوري أنا لا أتكلم عما يوجد في مصادرنا لا القضية في مصادرنا من البديهيات أصلا من أبده البديهيات حتى في مصادرهم الكثير نقل الشعراء الذين كانوا في القرن الثاني والثالث الهجري ذكروا هذا الشيء تعلمون أولئك كانت لهم مكانة خاصة أقرب كانوا التواتر عندهم كان أسرع أكثر الشعراء المصادر ناهيك عن كل ذلك اجعل كل ذلك على جانب شخص مثل الحاكم النيسابوري يقول هذا شيء متواتر ويأتي إلى يومنا هذا أظن أنكم سمعتم أكثر من مرة في مسابقات يطرحون سؤالا من الذي ولد في الكعبة المشرفة أصلا لا يذكرون اسم أمير المؤمنين فلان فلان من قال أنه ولد في الكعبة المشرفة شخص في القرن الثالث الهجري قال أن فلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولد في الكعبة كل الروايات هي روايتان سندهما فيه ضعف سندهما فيه إرسال مرسلة طبقة واحدة تكون مرسلة لا تكفي هذه الرواية لا يؤخذ بها لأنه لا يعلم من الذي نقل في هذه الطبقة إذا قال الراوي الثقة عن رجل هذه الرواية تسقط عن الاعتبار لأنه هذا الرجل من هو من لا نعلم لا له صادق لعله كاذب فكيف أن شخصا في القرن الثالث ينقل عن شخص يقول أم فلان دخلت إلى الكعبة المشرفة كيف دخلت الله العالم ولدت هناك وصنعوا كذا لا لنا أشياء ليست لطيفة أصلا هكذا الرواية لا ينقلونها بعنوان احتمال لا ينقلونها اليوم لا تسمعون عادة لا تسمعون وفلان روايتان ضعيفتان سندا غير ضعف سند يعني ماذا يعني يوجد شخص في السند كذاب غير ثقة بالإضافة إلى ضعف السند الرواية مرسلة مقطع من الرواية لا نعلم من هم كانوا في هذا المقطع في هذه المائة سنة هذه المائة وخمسين سنة من كان لا نعلم ناهيك عن العبارة الموجودة في الرواية العبارة ليست لطيفة جدا ليست لطيفة لا تتناسب مع الكعبة المشرفة ناهيك عن كل ذلك ذاكي ينقلون هذه الرواية التي أنا لا أقول هي متواترة لا يريد أن يقبل أسانيدي لا بأس شخص مثل هذه الشخصية عندهم يقول هذه الرواية متواترة أصلا لا يذكرونها يعني ليس فقط أنهم يرفون لا أصلا هذه الرواية لا يذكرونها خلص سمعتم هذه الرواية منهم أنا مرارا سمعت أن فلانا ولد في الكعبة أما أمير المؤمن ورد أنا لا أتذكر في هذه الفترة لا أتذكر قد يكون أحيانا نادرا لعل أحدهم ينقل شيء نادر لماذا هذا العداء أي وصي في تاريخ الأنبياء عودي مثل أمير المؤمنين حقا إنها مظلومية سؤالان السؤال الأول لهم السؤال الثاني لنا السؤال الأول بماذا تجيبون أمير المؤمنين يوم القيامة توجد قيامة أم لا أنت تعرف ماذا يوجد في كتبك غير عالم يقول هذا الكلام أقول هو غير عالم لا يعلم علماؤهم يخفون هكذا حقائق ويذكرون أشياء ضعيفة العالم يعرف أم لا يعرف العالم قرأ كتاب المستدرك على الصحيحين أم لا ماذا تجيبون أمير المؤمنين يوم القيامة ماذا تجيبون أمير المؤمنين من هو يوم القيامة في يوم القيامة من هو أمير المؤمنين هو المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه خطب خطبة لعله في أيامه الأخيرة ونعى نفسه إلى الناس بيّن للناس أنني على شكل رحيل من هذه الدنيا وحتى ذكر في خطبته طريقة استشهاده أنه أقتل بالسيف على رأسي أضرب ضربه ونعى نفسه قبل لعله أيام قبل استشهاده وقال في هذه الخطبة هذا المقطع ضمن هذه الخطبة قال أنا ديّان الناس يوم القيامة وقسيم الله بين أهل الجنة والنار الله أصبح على مهلا لماذا في أيامه الأخيرة يعني يقول أيها الناس بعد أيام ستفقدوني ولكن اعلموا أنكم ستروني في يوم القيامة وأنا ديّان الناس ديّان يعني الحاكم ديّان من معانيه المحاسب ديّان من معانيه المجازي الذي يحاسب الناس الذي يجزي الناس الذي يحكم الناس أنا ديّان الناس يوم القيامة الحاكم من قبل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة أمير المؤمنين الذي يجزي هو أمير المؤمنين الذي يحاسب الناس هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه هنيئا لشيعة أمير المؤمنين هنيئا لشيعة الحسين صلوات الله وسلامه عليهما الإمام الحسين هو الحاكم في البارزخ إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي أمير المؤمنين هو الحاكم هو المحاسب في يوم القيامة أنا ديان ناس يوم القيامة غير شيعتهم ماذا يصنعون طبعا هذه الكلمة واردة في أكثر من رواية في إحدى الروايات في خطبته التي خطبها لعله في الأيام الأخيرة من حياته الشريف حذر جوابا لأمير المؤمنين يوم القيامة أنت إذا أخفيت فضل شخص من أصدقائك تتوقع ماذا يقول لك الدنيا تطوف القيامة أمير المؤمنين هو الحاكم فيها هذا سؤال لهم سؤال لنا ولا هم طبعا ولكن السؤال موجه إلينا أكثر نحن إن شاء الله على الأقل في قلوبنا على الأقل إجمالا في أعمالنا نبدي نظهر الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قيمة هذه الولاية قيمة هذا الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما هي أنا فقط أقرأ حديثا شريفا حتى نعرف قيمة ما عندنا حتى نعمل بما ينطبق مع هذه القيمة عملنا يكون متوافقا إجمالا أداء هذا الحقصا غير ممكن ولكن على الأقل إنسان شيئا ما يتحمل شيئا ما يجد نفسه في سبيل نعمة إن هكذا قيمتها يونس بن يعقوب يونس بن يعقوب أحد خيرة أصحاب الأئمة الصادق والكاظم والرضى صلى الله عليه وكان صاحب مكان عندهم كان من خيرة الوكلاء للإمام أبي الحسن الكاظم صلى الله عليه وسلم تجهيزه كله كان من قبل الإمام الرضى كفنه حنوطه كل ما كان يحتاج إلى قضية دفنه كان من الإمام الرضى عليه الصلاة والسلام شخصية مرموقة يونس بن يعقوب يقول للإمام الصادق طبعا في أيام شبابه كان في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كلمة لعل بعضنا أيضا نقول هذه الكلمة ونعتبرها عادية قال ذات يوم للإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام لولائي لكم لا متأكيد يعني ولائي لكم لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها هكذا قال للإمام يقول يونس فتبينت الغضب منه رأيت في ملامح الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه غضب ثم قال عليه الصلاة والسلام يا يونس قستنا بغير قياس قياس غلط تقيس ولايتنا بالدنيا قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فوره أو ستر عوره وأمام حبتنا وأمام حبتنا ما هي قيمتها وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة ذاك تقيسه بهذا تقول أحب إلي من الدنيا بحذافيرها قياس غلط تقول مثلاً المليار أحب إلي من الواحد بس أن المليار يقاس بالواحد الواحد يقاس بالمليار تقول الكرة الأرضية أحب إلي من شعره قياس غلط الشعر لا تقاس بالكرة الأرضية الكرة الأرضية لا تقاس بالشعر كمثال أقول والفاصل أكبر من هذا اليوم يصادف ذكرى ميلاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهم وبعد ثلاثة أيام الذكرى العطرة السعيدة الاستثنائية لميلاد مولد ميلاد وليد الكعبة المشرفة التي تشرفت بميلاده الشريف مولى المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين ديان الناس يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات إمامنا العظيم الجواد محمد بن علي التقي ببركات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا أن يزيد في قلوبنا حبهم وحب أولياءهم وبغض أعدائهم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وارزقنا في الدنيا خدمتهم وارزقنا بحقهم في الدنيا اتباعهم وارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة